ثانياً عايز بقى نتكلم في موضوع مهم جداً قبل بلدها في أخبارنا وقبل بلدها في حاجتنا النهاردة عن أخبار كتيرة لكن عايزين نتكلم في موضوع مهم جداً هو موضوع التسويق في الاتحادات الرياضية في الثلاثة اتحادات الرياضية اليد والسلة وكرة طيرة دلوقتي الحمد لله بدأ إزاعة الماتشاط على القنوات الأخرى فكده أكيد فيه دخل بيخش للاتحادات المصرية عايزين نرجع لاتحاد كرة القدم زمان كانت اتحاد كرة القدم لما أول ما بدأ موضوع تسويق الماتشاط بدأوا يتكلموا فيه كلام كتير جداً إلى أن وصلنا عشان بس ما نخدش للموضوع الحلقة كلها في الموضوع ده إلى أن وصلنا أنه فيه النهاردة ربطت أندية وفيه بيع للدور المصري وفيه دخل بيخش للأندية المصرية عن طريق مباريات الدور العام طيب النقطة هنا ننتكلم على اتحاد اليد والتحاد الطيرة والتحاد السلة النهاردة الماتشاط بتزيع فيه دخل بيخش للانتحادات طيب الأندية اللي بتدفع فلوس بصفة عامة تدفع فلوس في اللاعبة أسعار اللاعبة وصلت النهاردة اتنين تلاتة مليون جنيه في السنة يدفعوا منين يعوضوا فرق الفلوس دي إزاي يبقى ليهم مكان مصدر دخل آخر من خارج النادي وهي إزاعة مبارياته يا إما تدي الأندية بمبارياتها هم ما يتصرفوا يا إما الأندية تعمل ربطة إلى زي بتضبط اتحاد الكورة لما وصلنا لآخر نقطة آخر نقطة دي في اتحاد الكورة اللي هي ربطة الأندية حق الأندية المصرية من اتحادات المصرية تاخد فلوس من وراء بس المباريات أي اتحاد هيقول غير كده هنتكلم كلام كتير اتحاد هيقول أنا عندي في اللايحة لا أنا آسف حضرتك المصدر الدخل بتاعك من منتخب المصري مصدر الدخل بتاعك من زيعة بطولة كأس مصر لكن مصدر الدخل بتاع الأندية من بطولة الدوري العام الدوري محترفين دوري عام دوري سوبر أي أن كان المسمى لكن لازم حضرتك كالتحاد تدي الأندية فلوس بدان بتزيعمة شاط يبقى لازم تدي الأندية فلوس الحتة دي مش باينة للناس مش باينة الأندية كتيرة هنترحها ونفتحها ونتكلم فيها كتير في الحلقات الجاية لأن الموضوع فعلا صعب على كل الأندية من الأندية الكبيرة اللي معاها فلوس أو الأندية الصغيرة اللي بتبطل وبتخلي لعبتها تبطل عشان ما فيش إمكانيات فلوس أي نادي النهاردة بيلعب في الطائرة أو في اليد أو في السلة في الثلاث لعبات دول بالأخص تقريبا ميزانيته بتخص في عشرين مليون جنيه الفارق ده بيعوضه زي النادي يدفعه زي النهاردة لازم الاتحادات المصرية هي اللي بترحع شؤون أو مصلحة اللعبة مصلحة اللعبة في مصر من دورها ده من دورها أن هي الأندية تكون عندها موارد مالية فأكيد لازم يعملوا اجتماعات موسعة الاتحادات وبتدي يتكلموا في الموضوع ده لأننا هيا داخلين على جماعيات عمية في شهر تمانية وتسعة اللي جاي نتمنى من الأندية المصرية كلها مجتمع تبتدي تفكر تفكير جدي جدا في الموضوع ده الموضوع ده مختفي الأندية اللي هي مركز الرابع والخامس بتفعلها حوالي أربعة خمسة مليون جنيه برضه رخم كبير ما قلتش الدورة ده هيتباع النهاردة بمئة مليون بس الكورة لما بدأت بدأت بثلاثة مليون جنيه وصلت النهاردة ربعمية خمسين وخمسمائة مليون عن طريق المزايدات وده ودخول في قصة كبيرة جدا مع كل الناس الشركات الرعية أو الشركات المسوقة اللي عايزة تاخد دخل من وراء هذه الموضوعات نتمنى في المرحلة اللي جاي الأندية المصرية بتكلم على الأندية المصرية وهنتكلم كتير جوه ألعاب الصلاة على الموضوع ده إن الأندية المصرية تتكاتف وتتكلم مع بعض علشان في الآخر يتحط جوه اللوايح لهذه الاتحادات الموضوع ده إن الدوري ملك للأندية وليس ملك للاتحاد لأن أي اتحاد هيستغل النقطة دي أعتقد ده كلام فير جدا الاتحاد بيستغل المنتخب مصر اللي هو طالع من جوه الأندية اللي هو طالع تاني اللي هو طالع من جوه الأندية الأندية دي بتدي اللعية فلوس عشان تلعب دوري لكن يقول في الآخر بتمثل مصر وأكيد تمثيل مصر يتشرف لنا كلنا مش هلتتكلم فيه لكن الدخل اللي بيخش للاتحاد عن طريق بس المباريات لازم الأندية تشارك فيه ولو بجزء بسيط دلوقتي عشان كمان أربع خمس سنين بقى فيه دخل تقدر اللعبة تستمر في المرحلة اللي جاية